شاهدين ومتابعين في كل مكان أهلا بكم إنجاز جديد نتحدث عنه في هذه التغطية الخاصة ومحطة قطارات صعيد مصر حيث تقترب وزارة النقل وهيئة السكة الحديد من افتتاح محطة قطارات صعيد مصر حيث تتم الآن أعمال تشتبات نهائية للمحطة بالإضافة إلى إجراء اختبارات للإشارات بالأرصفة والأنظمة الخاصة بالمحطة مع أعمال التشغيل الخاصة بالمول التجاري وتركيب السلالم الكهربائية والتي تربط الأدوار من البهو الرئيسي للمحطة وانتهت الوزارة من تطبيق كود الإتاحة بالمحطة لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل رمبات الكراسي المتحركة وبلاط خاص بالأشخاص المكفوفين لرسم مسار خاص بهم بداية من مدخل المحطة حتى رصيف القطار بالإضافة إلى تخصيص منافذ تذاكر خاصة بدو الهمم لتسهيل قطع التذاكر وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه من المقرر أن يتم افتتاح محطة قطارات سعيد مصر نهاية الشهر القادم أغسطس 2023 مشيرا إلى أنه بهذا الافتتاح الذي يعد أفضل محطات السكة الحديد بمنطقة بشتيل ستعيد الحياة للمنطقة بالكامل وتغير الشكل العام لها وأضف وزير النقل أن محطة قطارات الصعيد تبلغ ثلاثة أضعاف محطة رمسيس إذن تبلغ مسيحاتها 57 فدانا وتضم جميع الخدمات الخاصة بالمواطنين كالمول التجاري والجراجات وأماكن الرابط مع المحاور المجاورة وسائل النقل المختلفة وكذلك بها الخدمات الخاصة بالقطارات مثل ورش الصيانة للعربات والجرارات وورش الغسيل وغيرها أشار أيضا وزير النقل إلى أنه روع عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسيطة بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كذلك كونها منطقة التقاء قطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي والإسكندرية ومبابا والمنشي بالإضافة إلى وقعها على أربعة محاول رئيسية لتسهيل حركة النقل منها وإليها محور الفريق كمال عامر ومحور شارع السودان ومحور أحمد عرابي وشارع المطار ومحور السابس والعشرين من يوليو لافتا إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة سكك حديدية والخط الثالث سئل المترو ومونرل وأوتوبيسات تردودية على الطريق الدائري لخدمة جمهور الركاب بدوره أيضا أكد المهندس حسين شحاتة مدير تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر أن المحطة تعد محطة تبادلية لأنها تربط مع عدة وسائل أخرى للنقل الجماعي كالمونرل والمترو والسك الحديد كما تم تخصيص موقف النقل جماعي بجوار الجاراج متعدد التواقق الجاري تنفيذه ليصهم في نقل الركاب بشكل متكامل مع الأوتوبيس التردودية على الطريق الدائري مشيرا إلى أن ذلك من أسباب اختيار مكان المحطة بالإضافة لوقوعها بمنطقة وسيطة بين محطتي السكك حديد رمسيس والجيزة وعلى أربعة محاول رئيسية تسهل نقل الحركة منها وأيضا إليها في سياق الجاري الآن جاري تشطيب المحال بالمول التجاري بالمحطة استعدادا للافتتاح كما يتم الانتهاء من الوجهات الزجاجية للمول التجاري حيث أكد محمد سويلم المسؤول عن المول التجاري بمحطة قطرات صعيد مصر أن المول يضم فروعا لمحال شهيرة ومتنوعة لجميع الأنشطة ليضمن تقديم خدمات مميزة للركاب وسكان المنطقة بشكل كامل وتضم المحطة عددا كبيرا من الخدمات من بينها المول التجاري والجرجات وورش الجرارات والعربات وأيضا مخازن وجراج ومول تجاري وأجزاء استثمارية ومجموعة من العمرات وهو الأمر الذي يشكل نشاطا إداريا وتجاريا وسكانيا شاهدين هذه كانت كل تفاصيل القصة بابتتاح محطة قطرات صعيد مصر وكل ما يخص أعمال التشطيبات النهائية للمحطة تشكركم شكرا جزيلا مع الوقت بالمتابعة تشكركم شكرا جزيلا مع الوقت بالمتابعة